طبع صباحكم طبع يومكم المشاركين الكرام لقد وصلنا إلى موعدنا مهذه المائدة المسريرة حيث نناقش كافية ضمان مراعاة التنوعي والبعض الجندري والعمر في إجراءات الاستجابة والحماية الوقائية حيث نتحدث على الحاجة الملحة لحماية الفئة الأكثر استضعفاً في ظل أزمة الإنسانية تحديداً تلك المجموعات التي تواجه أشكالاً متعددة ومتقاطعة من التمييز والإقضاء بناء على عمرهم نوعهم الاجتماعي وإعاقتهم أو بناء على بعض التنوع في هذه الجلسة سوف نرى كيف يمكننا أن نحرص على الشموليات والفعالية في خدمات حماية الأشخاص الذين يتمتعون بحاجة متنوعة وكذلك الهويات في السياقات الإنسانية سنستمع إلى متحدثين خمسة يطلعون على تجربهم وتحديث ثلاثة وثلاثة ممارسة المستوى التطبيقي النهجي المراعب للبعض العمري والجندري وبعض العاقة وكيف لنا أن نسد الفجوة بهدف تعزيز حقوقي وكرمة الأفراد شميعاً تدوم هذه الجلسة لتسعين دقيقة وسوف نخصص لكل متحدث عشر دقائق ومن ثم خمسة وعشرين دقيقة لترحيل الأسئلات والإجابات من الحاضرين وعشر دقائق لمراحظات ختمية وتوصيات تقدمها في صباح والسومالاء العاملين في مجال الشمولية من سوريا ندعوكم يا مشاركة بشكل نفس هذه الجلسة من خلال ترحيل أسئلاتكم وتغذيتكم الراشعة ويمكنكم أن تستخدموا خاصيات الدرد لكي نفع اليد لكي تعبروا عن أخوتكم في تناول الكلمات نتحدث بالغة الإنكليزية لكن الترشم الفورية متوفرة إلى العربية والفرنسية لمن يريد ذلك قبل أن أبدأ أود أن أذكركم ببعض القواعد العامل لكي احترموا تنوعات تشارب وراء المتحدثين والمشاركين واستخدموا مصطلحات تنمو عن احترام وابتعدوا عن أي مراحظات مهينة أو عدائية أغلقوا المايكروفون عندما لا تتحدثون وابقوا الكاميرات شغالة إذا أمكنت أبلك واحترموا الوقت المحدد لضرح الأسئلة والإجابات وعلى هذا الأساس ننتقلوا على الفور بعد شككم وعلى انتباهكم وعلى تعاونكم إلى المتحدثين أمل أن تستمتعوا بالشلسة وأن يتعلم كل من نعمنا البعض الآخر وقدموا لكم المتحدث الأول أمشد وهو مسؤول عن الحماية في هذا المجال في سوريا أمشد كيف ترى أجمولية في سياق إنساني؟ ما هي التجربة التي تود أن تشاركنا إياها من عملك في سوريا؟ طب صباحكم جميعا هل تسمعيني سابرين؟ نعم أسمعك بشكل جيد أفضل سيدي يمكن أن نتحدث بشكل سريع عن مصطلح العمر الجندر والتنوع لنتحدث عن أهمياته وأهميات المستوات على مستوى التحليل الجندري وربما نتحدث مع المشاركين عن جوانب الإعاقة وقدموا العمر على نحو سريع وأصلت الضوء على بعض المصطلحات دائما وأخيرا سنركز على الوضع الخطر المستجد وما هو رد القطاع الإنساني في تلك المنطقة من العالم نتحدث بداية عن AGD العمر الجندر والتنوع وأعتقد أنه من المهم للأطراف العاملين في القطاع الإنساني من أن يحرصوا على أن كل العاملين في المجال الإنساني وكل المتأثرين الإنساني يمكنهم أن يستفيدوا من هذه الخدمات هذا ليس خيار هو مكون أساسي من الحماية العادلة والمتساوية للهامل يمكن أن تحدث كذلك عن المساواة أي احترام التنوق قيمة مضافة وكيف أنه من الضرية الناضية حاجات متساوية لأشخاص يتمتعون بحاجات متباينة وفي سياق الاستجابة لحالات الثوارئ غالباً ما نلحظ أنه يتم التغاضي عن حاجاته الكبار في العمر أو المسنين لسيما عندما يتعلق الأمر بشمع البينات والمعلومات في بعض العمليات هذه الفئة العمرية تكون فعلاً مهمشة وعسنا نتحدث كذلك عن البعض الجندري عندما المستوىات بين الجنسين تكون مدرجة في كل العمليات وهذا يسمح لنا بضمان المسألة على مستوى العمل الإنساني وبالنسبة إلى موضوع الإعاقة لا شك في أننا بحاجة إلى توصيع نطاق حماية الأشخاص المتضررين حديداً فئة أصحاب الهمم من النساء والمجموعات المستضعفة هنا لابد أن نتحدث عن من هي الجهة المسؤولة عن هذه الحماية في الواقع هي حماية نشترك في تحملها جميعاً كأطراف عملية في المجال الإنساني وشهات مانحة وشهات تنفيذية وحتى حكومات مختلفة هذه مسألة لابد أن أؤكد عليها دوماً إضافة إلى ذلك لابد أن أشارككم بعض المصطلحات التي لابد أن نعرفها ما معنى شمولية العمل لأشخاص المصابين بأعاقات مختلفة مع مراعاة كل التنوى المتاح في هذه الفئة وبالنسبة إلى تعميم مراعاة الفرقات هذه فذلك يعني أن نرعي هذا الأمر في كل المشاريع والبرامج لكي نحفظ على الشمولية أو على تعميم الشمولية في كل مكان وبالنسبة إلى الوصول عسى هتكون نقطة أكثر أهمية حيث لابد أن نحرص عن الأشخاص ذوي الهمم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين وبالحديث تحديدنا عن الوضع في سوريا عموما فئة الأشخاص المعوقين يواشهون تحديات كبيرة على مستوى التمتعي بمستوى حياة ومستوى معيشي لائق وأن يعيشوا حياة متقلة في سوريا بالنسبة إلى الاستشابة المقدمة في هذا الصياق بطاعة الحماية بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أقدموا على تنظيم برشة عمل المستركة حول تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الهمم في برنامج عمل 2023 وذلك كما قلت بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكانت كنقطة وخطوة ناجحة ونرافة إنجازا على مستوى قطاع الحماية والهدف الأساسي من ذلك هو أن نوافق بين العمل الجاري على مستوى قطاع الحماية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت تلك ورشة عمل كبيرة وقد حضرها قبراء حتى من شهاتكم من منظمات غير حكومية ومنظمات حكومية دولية عاملة داخل سوريا وخارجها نتيجة هذه الألواء كانت نجاحاً بحيراً وبالنسبة إلينا سعدنا بتنظيمها كبيرة ورشة عمل ونسعى إلى تنظيم ورشات مشابهة حول موضوع الشواري ختاماً بالنسبة إلى الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأخطاء الصدوي العقل هذا أساسي ويرتبط ببناء برامج وخدمات معنشطات مستدامة وله من كل ذلك هو أن قطاع الحماية على مستوى جماعي قام بتنظيم تدريب بمشاركة مدربة في مجال الاندماج سيدة سابرينو قد أطت إلى سوريا لتقديم هذا التدريب وقد عملنا على تطبيقه في كل محافظات سوريا وقد كان نجحاً ناجحاً للغاية وكان فعلاً مطلوباً من جانب الشركاء الذين نقدم لهم خدمات الحماية وقد أفضح هذا التدريب إلى عشر توصيات أولاً توحيد نهجي النهجي المعتمد في تحديد الأشخاص طويل الحمل وعملنا على تمكين الأشخاص طويل الحمام وكذلك جرت أكيد على دور الأطراف الإنسانية التي تركز بشكل أساسي على الإعاقة الجسدية ولا تركز بما يكفي على الإعاقات الحركية والنفسية وغيرها لذلك لا بد أن نسلط انتباه العملين في القطع الإنسانية على الحاجة الملحة لتوفير هذا النوع من الخدمات كذلك إضافة إلى ذلك وأخيراً أود أن نرحظ أن القطاع الحماية تحديداً في سوريا يعمل بشكل مستمر على مناصرة إدماج أصحاب الهمام والبعض الجندري وبعض العمري وتنوي على المستويات كافة وضرورة اعتماد مؤشرات أساسية بهدف إشراك الشركاء التي يوشفنا عقاً ما وقد شرى أتأكيد على مسألة أساسية مرتعة وهذا مفادها أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لابد أن يكونوا مشاركين في عملياتنا القرار وأن يكونوا من الشيات التي تشاور معها لدى وضع البرامج وإطلاق المبدلات المختلفة وهذا يرتبط بضرورة مراعاة وتعميم الحماية على المستويات كافة وأعطاء فرصة للأشخاص الأشخاص الذين يشاركوا في وضع البرامج كلها لا أدري أن كان لديكم أي سؤال شكراً لك أمثلت في الوقت سنترك الأسئلة إلى وقتاً لاحق شكراً لأطلعنا على هذه التجربة المثيرة للاهتمام وقدروا لك مساعك وكل ما قمتم به في سوريا فيما تواصلنا العمل أكثر فأكثر نحو مزيد من الاندماج والجمهورية نعطي الكلمة إلى جوال وهي منصقة المشاريع في مكتب الأقلمي لونيومن في منطقة آسيا والهابن الرئيس المشاركة لمشموعة الشيحة جوال من خلال فهم ديناميكيات النوع الاجتماعي وتنوى المستشبين أن يطوروا تدخلات متوافقة مع السياقات والخصوص على مراعاة الحاجات المتنوعة ومطن الحاجات الرجال والنساء وأبناء مجتمع النيمهين والأشخاص من الخلفات كفاءة تكون حالاً مراعاة في أوقات وحالات الطوارئ بعض الحالات الأكثر حدثة من منطقة آسيا الهادية بما في ذلك في أضامة في باكستان وميانمار قد أظهرت أن مجموعة العمل قد عملت أهلات ترويجي لتحليل الاستجابة السريعة بالنسبة للأدوات المتوفرة وهذا قد منحنا نظر معمق لغن عنها بشأن تأثير الأزمات على نوع الاجتماعي وهذا أتحى الاستجابة السريعة بهدف مراعاة معطن حشاشة الفئات الأكثر حشاشة وحشاتها المتراكمة على هذا الأساس كيف استفدت من هذه الأدوات لكي تطرقون إلى الحشات الخاصة بالفئات المتنوعة في أوقات الأزمات؟ شكراً لكم جميعاً كما ذكرت سابرين أنا مسؤولة عن مشروع البرنامج الأسيا والمحيط الهادي ونقوم بالتنسيق بين كل أصحاب المصلحة في مجال الإنساني والمتعلق بالفتيات والنساء والأطفال وعلى المستوى الدولي على المستوى الوطني نقوم بتنسيق التدخلات والاستجابة على المستوى الإنساني نقوم بعمليات تقييم الاحتياجات وبناء على نتائج هذه التقييمات نقوم بوضع البرامج والتركيز على المشاريع المستقبلية نحرص دائماً على أن تكون كل هذه التقييمات تركز على الشمولية ولضمان المجموعات الآن الأكثر ضعفاً وهشاشة تكون مشمولة بكل هذه التدخلات وفي هذه الحالة نتعامل كذلك مع كل أنواع الاجتماعية والأشخاص الذين ينتمون إلى مختلف الأنواع الاجتماعية كذلك يشاركون معنا في هذه التمارين تدخلاتنا الإنسانية مفاتئات تتحصن من وقت إلى آخر وأنحو نسعى إلى أن نصل إلى كل أولئك الذين يصعبوا الوصول إليهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي نقوم بالأدات الأولى التي أود مناقشتها معكم وأنتم لابد أن نكون متعودون عليها هو القيام بالتحاليل القائمة على النوع الاجتماعي ونحن نقوم بالبناء على المعطيات المتوفعة لدينا وليس هناك العديد من الأدوات الأخرى مثلاً مثل في المدأة الأخيرة تم اعتماد هذه الأدات من قبل مجموعة التدخل لا أدري أن كان الجميع واعون بذلك ولكن هذا الفيضان قد أثر على حياة 7.9 مليون شخص في هذه البلاد وعدد كبير 1.4 مليون شخص كذلك وقد تم تهجير عدد آخر من المواطنين وبالتالي بعضهم هو في وضعية حارجة جداً والمواطنون هناك هم مازالوا تحت وطأة أزمة الكوفيد 19 وهناك عديد التحديات التي تواجهنا على المستوى العملياتي في ميانمار ولكن بعد هذا الأعصار قمنا باعتماد الأدات للقيام بملاحظات وبحث الاحتياجات الإنسانية على عين المكان حرصنا أن تكون هناك مرافق للاستحمام وبيوت حمام ومراحيذ متوفرة وأن نتعامل مع كل المسائل البيئية وكذلك أن نحد من مواطن الخطر في البيئة التي يعيش فيها هؤلاء المهجرون مثل مثلاً النفاذ إلى المراحيذ وبيوت الحمام وكذلك لاحظة بعض الملاحظين أن بعض الأماكن هي خطيرة بالنسبة للفتيات والنساء وبالتالي يجب حمايتهن في تلك المراقع وبالتالي ما نقوم به هو نموذج جيد عن كيف يمكن للمستجبين على المستوى الإنساني أن يكونوا مبدعين وخلاقين الأداة الثانية التي أودت حديثة فيها هي هي أداة التقديق هي تعني التوجه الجنسي وقد يكون يعمز كذلك إلى مجتمع المثليين وهناك نقص كبير على مستوى رؤية من وجهة نظر المجتمع المثليين ونحن نقوم ب نحن نصعي الاستجابة إلى المجموعات الضعيفة والهشة الأخرى ليس فقط هؤلاء الأقليات الجنسية وقمنا بإصدار كوتيب أو دليل توجيه حول كيف يمكن أن نستجيب أحسن وأفضل لإحتياجات هؤلاء ثم يقع التركيز على ستة نقاط رئيسية أولا التهميش ما قبل الطوارئ أما المسائل المتعلقة بالقيادة والليواء وكل هذا يتطلبه التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف وقمنا بإجراء بحوث مع مثلي مجتمعات المثليين والأقليات وتم القيام بذلك في بنغلاداش وهناك لدينا أمثلة تتعلق بالأشخاص الذين لديهم ميولات جنسية مختلفة هذه الأدات كانت مهمة جدا بنسبة إلينا في تحديد احتياجات هؤلاء وتحديد حاجاتهم من الحماية وبدأة من سنة 2022 كان هناك فريق عمل يعنى بالمساء المتعلقة بالأقاليات الجنسية وكذلك وكذلك وقد قمنا بتعين منصق على مستوى التعامل مع هذه الأقليات وهناك خدمات للدعم وتسعى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حماية هؤلاء رغم أن هناك عديد من التحديات تواجه عملنا لأننا خاصة فيما يتعلق بمجتمعات المثليين وخاصة النساء المتحولات الأداة الثالثة التي أود أن تقاسمها معكم هي عملية استبيان أو المسح للتقييم السريع وأود أن أتقاسم معكم هذه الأداة سيكون هناك تحليل نوعي على مستوى صغير ولعلكم تعرفون خلال كوفيد 19 البيانات كانت مهمة جداً لتحديد العدد المستطابين وخاصة هناك وهذه الأقام مهمة جداً في التعامل مع الفئات الضعيفة من المجتمع وكنا استعملنا أداة متعلقة بأرسال القصيرة لاتصال بكل هذه النسوة قمنا بهذا الاستبيان خلال جائحة كوفيد 19 لكي نفهم الأثر على المدى القصير والمدى المتوسط لهذه الجائحة على النساء والفتيات وكاننا قمنا بهذه الاستبيانات في اندونيسيا وباكستان ودول أخرى وقمنا بتجميع البيانات وكذلك ربطنا هذه البيانات بالمساء المتعلقة بالنوع الاجتماعي وكانت لدينا قمنا بتحليل البيانات والخروج باستنتاجات وكانت لقد تمت مفاقمة الفرقات المقائمة على النوع الاجتماعي وفي علاقة بالمستويات العيش والفقر والغنى وهاية الممتحدة للمرأة كذلك نسعى إلى ملء الفرقات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والاستجابة أكثر هؤلاء هناك كذلك قمنا باستخلال مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالعنف القائمة على النوع الاجتماعي والعديد منكم هنا يعرفون أن هذه المقاربات المعتمدة وتوخي مواقع التواصل الاجتماعي كان مهما جدا ويسهل كثير العمل الذي نقوم به وبالتالي قمنا كذلك باعتماد مناهج نوعية ومناهج كمية في تحليل النوع الاجتماعي والاستجابة للمصاعب التي تعرضوا إليها هؤلاء أعتقد أنني وصلت إلى نهاية مداخلتي وإذا كان لديكم أي أسئلة بإمكانكم طرحها في نهاية الجلسة أعطي الكلمة إلى السيدة الصبرين لمواصلة هذا العرض شكرا جزيلا جوال قد كان عرضا مميزا وأنا متحمسة جدا للحصول على كل التفاصيل وأنا سأسعى إلى الحصول على كل الاستنتاجات التي خلصتم إليها سننتقل إلى أفغانستان وهي تعمل في مؤسسة كار أفغانستان ميليسا عن النساء العاملات المنزليات في أفغانستان هم فئة مهمة جدا في هذا البلد هم جزء من النساء العاملات في هذا البلد ولماذا يكون الاستجابة القائمة على النوع الاجتماعي مهمة جدا في هذا السياق شكرا جزيلا سابرين وشكرا جزيلا على هذه الفرصة التي تبتيحينها إليها للحديث عن بعض النماذج الملموسة والحية مرحبا بكم جميعا اسمي ميليسا أنا أعمل في مؤسسة كار أفغانستان وأنا أعمل في مجموعة العمل التي تعنى بالنوع الاجتماعي وأنا أعمل في هذا المنصب منذ ستة السنوات وقبل أن أبدأ أود أن أوضح بعض المسائل الأولية منذ سنتين أغسطس 2021 المنظمات الإنسانية ظلت تعمل في تحت نظام الأمر الواقع بعد عودة طالبان إلى الحكم هناك قيود على قدرة النساء لتنقل من مكان إلى آخر وخاصة إذا لم يكن لديهم محرم يسافر معهن وهناك تمييز قائم على النوع الاجتماعي عميق في دولة أفغانستان منذ ديسمبر 2022 بنسبة للمنظمات غير الحكومية وحتى المنظمات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني يجدون الصعوبات كل هذه القيود أثرت على عملنا والاستجابة إلى المشاكل التي تتعرض إليها المجتمعات وبالتالي كان الهدف أن تكون لدينا برامج قائمة ومستجيبة للنوع الاجتماعي والنقطة التي أود أن أركز عليها في هذا السياق كانت هناك زيارة لمنصق لمنصق ما بين الوكالات الأمية العاملة في أفغانستان وكانت لدينا مناقشات معه بخصوص المعايير الدنيا التي يجب احترامها في العمل الإنساني لكي نواصل عملنا كمنظمات تدخل إنساني في أفغانستان كانت هناك مجموعة عمل وقمنا بعديد الاستشارات وتحدثنا إلى المنظمات الغير الحكومية في أفغانية والدولية وكذلك الزملاء العاملون في مجال الحماية وكذلك إذا التعامل مع كل التحديات التي تواجه هنا وكل المجموعات العمل هو كذلك على مناحة التمييز والاعتداء وكذلك على إشراك الأشخاص ذوي احتياجات الحظ ومعنا عملنا على تطبيق مجموعاتهم من المعايير التي يفترض بالمنظمات أن تلتزم بها عندما تقوم بتصميم المشاريع وتنفيذها لتحدث القطوات والمعايير الدنيا التي يجب الالتزام بها إذن معدنا نسمع المتحدثات وما هو أن نكون قدرين على التأكد من إدراس كل هذه الاعتبارات داخل عمليات وضعي البرامج وهذه الأدوات قد جرت ترجمتها إلى اللغات المحلية ومن ثم بدأنا نعمل على موضوع النشر ومن الأليات الهامة التي تطبق معها تعزيز علاقاتنا مع الشركاء ونظام المجموعة مثلا كل مجموعة في أفغانستان لديها شهاد تنصيق دعنا بالأجندة وتعمل معنا كمجموعة أساسية وتيف محمودنا بتجرمات العمل التي نقوم به على نحو الأفضل على مستوى الحماية والملجأ والمسكن لنحرص على أن تكون المنظمات مجهزة على نحو الأفضل لتماعي واستخدام هذه المعايير الدنيا وهذا العمل المشترك الذي انطلقنا منه كان بالطبع العمل الجوهري للحرص على أن تكون المنظمات قادرة على استخدام هذه الأدوات نقطة أخرى أساسية على مستوى النشر هي الحرص على أننا لا نقوم فقط بتقديم هذه البيانات والأدوات نعرف أن هذه الاجتماعات غالبة ما تحدث عبر الإنترنت وتكون بلغة الإنكليزية لذلك أردنا أن نكون حضرين في المناطق جنوباً شرقاً شمالاً وغالباً بالطبيق أردنا أن نحرص على أن لا نضع فقط معايير الدنيا بل أن نقدم كذلك التوجيهات التي تحتاجها المنظمات وذلك قد يكون على أشكال أعداء قمنا مثلاً ببحث حول ممارسة الموارد البشرية وكيف يمكننا أن نحرص على أن الأعلانات عن موظف جديدة تكون مراعية للبعض الأجندري وتكون مراعية للمرأة وقد عدمتنا كذلك رسائل مناثرة تكون مراعية للمرأة وخيرها نعتذر لكن صوت المتحدث هي تقطع وهكذا بدأنا نعمل على زمن الأسعاد ومعرفات ما هي الحشي المفيدة التي تلقى صده لدى الثلطات بهدفه تحت عملية الزملاء وقد عملنا على إتراك النساء من المجتمع المحلي وقمنا بدراسات حول المسائلة على مستوى النساء والفتيات لمعرفات ما هي الطرق المثلى لنساء الأفغانيات من أن يقدمنا تغطية راشعة وأن يبلغنا عن أي شكاوى وقد عملنا على تأسيس الزعاد النفسية للعملات في هذا القطع الإنساني لنقدم المساعدة الفضل لزميلاتنا اللواتي عملنا في هذه البيئة الصحبة وعملنا كثيرك منظمات نسائية لكي نقوم بعمل المناثرة بنيابة عنها ومن الأنشطة المشتركة التي نوصل عليها نهش التوأم هكذا نحرص على الإمكانية إبرامة الشركات بين المنظمات التورية ومنظمات المحلية ليكون هناك مكون لكي منها البدرات ولا يقتصر العمر بالتالي على تعاقد من البعض مع المنظمات غير وطنية أو غير الحكومية على المستوى الوطني تمكننا كذلك من العمل مع صندوق العمل الإنساني في أفغانستان وعلى إعادة النظر في المقترحات التكافة وعلى اعتماد مجموعة العمل الموضوعية فباتت ذلك الزمية وتمكننا من إعادة النظر في كل مقترحات والعمل مع المنظمات بناء على هذه المعيير الدنيا لكي نسأل كيف لنا أن نحفظ على تقييم وضع النساء والفتيات بالفعل وأن الآليات المعتمدة تكون مراعية للمرأة وبالتالي سنعمل كنا فعلاً مستراً لإجتماع بالنسبة إلينا لنرى كيف يمكن لنا أن نعطيها هذا المقترح سيكون ملموساً وكيف لها أن تحسين تصميم مشاريعها على هذا الأساس بالطبع يبقى لنا أن نفعل المزيد على مستوى الرصي والتتبعي ولكن كنا نتحدث عن هذا الموضوع لاحقاً لكن أردت فقد نقدم لكم مثلاً شيئاً حول كافياتي أن نشحنا في تكيفي مع هذه البيئة المحفوفة بالتحديات وبالطريقة التفاعلية بعد بروز هذه التحديات ولكن نأمل أن يلهم هذا العمل بلدان أخرى لتعمل على نحوان وقائي وليس تفاعله فقط بهدف تعزيزي هذه المعايير الدنيا للبرمشة المراهية لنا والإستمعي وقدم لكم تفاصيل الاتصال بي عبر خانف الدادة شيئاً ما أردت ممكن لكم أن تتواصلوا معاني وسأكون كذلك حضر لشباع الأساسياتكم في نحية شكراً لك سابرينا شكراً لك ميليسا من رأي فعلاً أن نستمع إلى كل هذه التوصيات القابلة للتنفيذ وأنا متأكد من أن كثبراً سيتواصلون معك لأتعرفوا إلى المزيد أن هي المتحدثة التالية وهي مديرة مشاريع مبادرة سبل الحياة في سبتمال وأنا أفضلي أخبريننا عن الأشخاص الذوي الاحتياجات الخاصة وهم من الفئة الأكثر ضعفة في أوقات الأزمات والتي تواجهوا أكثر حجم متاح من المحاطة وفي حالات الأزمات نرى مقصة في الإجراءات الاستباقية المصنمة لتناسبة الأشخاص الذوي الاحتياجات الخاصة والنهج التي أثرت جدوها بهدف في حماية كرامة الأشخاص وسلامتهم وأمنهم بالنسبة لهذه الفئة الأشخاص من التويل الاحتياجات الخاصة في الصمار شكراً لك يا سابري وشكراً للمتحدثين السابقين وأهلاً بكم جميعاً يشارفنا أن أتحدثت عن هذا الموضوع القرائي وأنا مديرة في ليد السوم وهذا مختصر من الضماتنا سأصارت الضغط على السياق المحلي للأشخاص الذوي الاحتياجات الخاصة في الصمار بالصورة العامة بيناتنا محدودة لكن التقديرات تفيد بأن النسبة المائوية للأشخاص الذوي الاحتياجات الخاصة في الصمار هي 20 أو 20% تقريباً أو أكثر وهذا أعلى من المعدل العام العالمي وهو 16% وبحسب بعض الأثارات 4% من الشباب في الصمار يعيشون مع إعاقة ما وهذا الرقم يميل ليكون أعلى على مستوى الفئة من المهاشرين داخلياً والمهاشرين الاقتصاديين وهو من المسببات الأساسية لحالي النسبة المرتفعة في الصمار انتشار الغامة الأرضية وما يعرف كذلك بالبقية المتفشرة للحروب وهذا مسؤول عن 7000 عاقة جديدة تسجل كل عام وهذا رقم مرتفع للغاية ويمكنكم بالطبع أن تتوقعوا أن الأطفال من الفئات الأكبر أرضى لهذه الألغاة المرضية فهي مسألة بداية متصلة طوى عليها المطرع إلى عدم وجود أبيانات كبيرة أو كثيرة الوعي يبقى محدود على مستوى صناع سياساتي والقاعدة المجتمعيين من قدمي الخدمات على رغم من أن الدستور الحالي ينص على المستوىات في الحقوق والنسبة للأشخاص لدول الاحتياجات الخاصة ويحضر التمييز إلا أن هذه الأحكام غالباً ما لا تطبقوا بشكل فعل على الأرض الواقع وتوجد وصمة كبيرة تحوم حول الأشخاص ذوي الاحتياجات في الصومان وفي إفريقيا بصورة عامة وهذا يشعل من هذا الموضوع في الكثير الموقات موضوعاً حساساً ومن المحرمات يمكنني أن أطيع الحديث عن التحديث لكن على رغم من العوائق أحرز التقدم ملحوظ في الصومان على ثمان مثال اعتمدت الصومان قانوناً وطنياً بشأن الإعاقة في عام 2018 وصدقة الحكومة على معاهدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2019 وعام 2021 أطلقوا الوكالة الوطنية للإعاقة وهذا تقدم كمير الآن سأرد على سؤالك بالنسبة للنقشي والممارسة الفضلة المنتكرة التي أظهرت مجحاً على مستوى عملنا كم ومظامنا أظهرت لنا التجربة أن الاستعداد والاستجابة على نحو الشامل للكوارث أساسي تعرفون هذه المنطقة من العالم أي الصومان وكل القرن الإفريقي هي منطقة معرضة كثيراً للكوارث تحديداً الجفاف والفاضنات وتفشي الأمراض مثل الكوليراب ويحدبنا الحديث كذلك عن الأزمات التي تسبب بها الإنسان ونزاعات داخل البلاد بالتالي في سياق عملنا نحو تضمن على تقييم المخاطر وعلى تحديث خطتنا وتحديثها كل ربع سنة وذلك بالتعاون مع المجتمعات المحلية وهذا يواجهنا في عمليات صنع أو قرار في أوقات الأزمات بالتالي من المهم أن نلحظة أهمية المدخلات التي تأتينا من أشخاص من هذه الفئة والتي نأخذها في الاعتبار ونظراً إلى محدودية مواردنا من الممارسات الفضلة تأمدنا جهات اتصال للاستجابة على مستوى المجتمعي وهم تطوعون يعملون معنا على مستوى المحلي والذي هم سجل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مناطقهم الخاصة وخلال الأوقات الكبارث ثم المستشفون الفوريون الذين يتجمعون سماعاً ليحرصوا على تعداد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة القاهرة في أمان وقد قمنا بتدريبهم على الحركة السريعة وعلى حماية حاجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدراج بيناتهم في قادات البينات وعمل ما كذلك على نحو المصيق مع المنظمات المجتمعية النسائية والسببية لتعزيز مستوى المعي وكسر الاحتياجات الخاصة في مناطق مناطق السومان وفي مناطق عدة من هذه القارة يفضل أفراد الأسرة أن يبقوا أقرباهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بعيدين عن المجتمع وهذا يزيد من عملية الوصمة بالتالي من خلال تعزيز البعي رأينا تحسن على مصطوى المشاركة والتمثيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على مصطوى هذه الفئة حيث أن هذه الفئة تتميد إلى التعبير عن حاجاتها خلال إستجابة الإنسانية وهذا يسمح لها بالتعبير على نحو المطلوب عن صوتها ونظر لأنها نسحى إلى تعزيز وبناء قدرات هذه الفئة من الأشخاص والإعاقة منظمة لقد قمنا باستثمار الكثير من الموارد على مستوى تدريب محلي في كليات بيزنو حيث على أشخاص والإعاقة ضمن براميشنا يمكنهم أن يلتسبوا إلى هذه الكليات التي يكتسب المهارات الدنيا الأساسية المطلوبة في الكمبيوتر في النجارة في كثير من الأعمال اليدوية والتقنية والفنية وتعزيزاً لذلك الأعمال حالياً على بناء شبكة لدعم الأقران لمساعدة هؤلاء الأشخاص برامجة في الكلية وهذه من الممارسات الفضلة التي نعتمدها من أماكن أخرى التطبيق يبقى في مرحله المولى لكن الهدف الأساسي من هذا العمل هو الفرصي على أن هؤلاء الأشخاص يبقون محفزين المشاركة في المجتمع حتى بعد اكتساب هذه المهارات وهكذا يمكنهم أن يتجاوزوا الوصمة التي تلحق بهم على مستوى العقا كمنظمة لقد قمنا كذلك بإنشارة شبكات إحالة مع الخطاع المعني وهذا أساسي لمتعدات الأشخاص والإعاقة الحصول على خدمات استشارة وخدمات علاجية متخصصة بتالي مرة نفسها نقوم بعمليات المتحي والإحالة للأشخاص الذين يلجون إلى خدماتنا وذلك من العيادة الداخلية لدينا وفي إطار ركزة العمل على الأمن الغذائي والتغذوي لقد تمكننا حتى الأمن المساعدة خمسة ألاف أسرة من خلال المساعدات الغذائية لتلبية حاجات أبنائهم من ذوي العقا على المستوى الغذائي والتغذوي وفي كل عام خلال يوم العيد نقوم بتنظيم حفل لهذه الفئة لكي نعمل معنا على كسر الوطم التي تلحق به الأخير من المهمة ألاحظة أن في مجموعة الحماية ومجموعة الأمن غذائي ومجموعة الصحة هذا مجتمعيون يشاركون في هذا العمل حيث يجعل عمع المعاصلة التوعية وتأييد حقوق الأشخاص الزوية لإحتساجات الخاصة في الصمال بالتالي مؤخرا في اجتماعات المجموعات هذه بدأنا نعمل على البناء القدرات على مطلوبة العاملين الإنسانيين على صعيد المعاطفين الحكومين فهم من المتجبين الأوائل للنظمات وهم من أصحاب المصلحة الأساسية بهدف تطوير السياسات نعمل كذلك على تعزيز البناء التحتية المتاحة في مساحات المستركة مثل المدارس والمستشبيات وعلى هذا الأسر يمكن الأشخاص بالعقاء أن يصل لهذه المساحات فضل عن اعتماد أجهزة تعزيز الحراك في سراق الاستجابة الإنسانية ختاما واكدوا على أن الاستجابة لإشكالية الأشخاص بالأهديش الخاصة في الصمال يتطلبوا مشاركة لجميع المعاطنين وصنع القرار وأصحاب القرار الأساسي من الحكومات هذا سيعزز قاعدة البيانات لدينا بشأن الأشخاص بالعقاء ولكن كذلك تعزيز المستوى المعي والإنفاذ الفعال للسياساتي وتوفير الدعم على المستوى المحلي وعلى المستوى الأطراف الدولية هكذا تمكننا أن نحققها تغييراً مشتياً وله مغزاً بهدف تعزيز سلامة وكرامة وحقوق الأشخاص والاستجابة خاصة الأسامة شكراً لكم تفضل سابريلا إنه من المهم جداً وهذه مسؤوليتنا نحن جميعاً دعونا إلى سنستمع إلى السيدة غريس وهي المؤسسة في مدافع حقوق الإنسان لعاقة ومروجة للسلام وخبيرة في الأدماء الاجتماعي وفنان التزليل وزميلة منذلة واشنطن ومدافع قوي عن نوع الاجتماعي مع اهتماماً كيف يمكن النساء يتعرضن إلى العنف في السياقات النزاعات؟ هناك حاجة كبيرة إلى حماية الأشخاص من ذوي الإعاقات وخاصة في أثناء النزاعات العنيفة والنزاعات المسلحة لأن النساء يتعرضن خلال هذه النزاعات إلى عنف كبير وهنا يتعرضن إلى العنف ولكن هنا لا يتكلمنا كثيراً عن هذا العنف الذي يتعرضن إليه إذن السيدة غريس وتتحدث عن شمال نيجيريا والعنف التي تتعرض إليه النساء القائمة على النوع الاجتماعي أو الجندر مرحباً 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 بقينا في ذلك المنزل لمدة ساعات مرحباً مرحباً إلى حماية الأشخاص من ذوي الإعاقات أو لذوي احتياجات الخاصة مرحباً من البعض خاصة عند فترات النزاع المسلح ومواجهة هذه النزاعات مع بعضنا وكذلك ومرة أخرى تلقت المجموعة البشرية تحذيراً بأن هناك أعمال عدائية سوف تنشأ في تلك المنطقة وبالتالي قمنا بوضع كل كبار السن في منزل واحد وأغلقنا عليهم الأبواب ثم كذلك جلبنا الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة وتم وضعهم جميعاً في مكان واحد وتم أغلق الأبواب بينما فر البقية لكن عندما وصل المهاجمون أشعلوا النيران في ذلك المنزل الذي يحتوي كبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقات وتوفي العدد الكبير منهم أود أن أقول فقط في هذا السياق كان الجميع يعتقد أن أغلاق الأبواب وضع الكبار السن والمنذوي الإحتياجات الخاصة في المنزل وأغلاق الأبواب هذا سيحميهم ولكن ذلك لم يحميهم بالعكس زاد الطينة بله وبالتالي هناك عديد الأشكال من العنف العنف القائمة على النوع الاجتماعي وكذلك هناك عملية اغتصاب وخاصة النساء التي هن من أصحاب من ذوي الإحتياجات الخاصة هن عرض أكثر من غيرهم إلى الاختطاف وعمليات الاختصاب وأتقاسم معكم قصة أثرت فيها تأثيرا كبير سيدة كان تطبخ في منزلها عندما بدأ الجميع بالصراخ وقالوا أن هناك هجوم على هذه القرية وأخذت هذه الصيدة في الهرب وحاولت أن تحتمي في أي مكان كان تشعر فيه بالأمان ولكنها عندما هربت وجدت نفسها وجهاً لوجهاً مع العدو وسقطت على الأرض وكانوا يعتقدون أنها قد توفيت ولكن بعدما ذهبوا أفاقت ووجدت نفسها في المستشفى ويبدو أنها تعرضت إلى الاختصاب وبعد مدة اكتشفت أنها كانت حامل وقد أصيبت بمضاعفات نفسية كثيرة وأنها لديها نوع من الصدمة من ما حدث لها في ذلك الوقت كذلك قصة أخرى سمعت عنها في مكان ما في وسط نيجيريا هناك العديد من الصراعات والنزاعات الدينية بين التواف المختلفة في نيجيريا والنساء خوفاً من الموت أو الاختصاب كنا يقومنا بالهرب إلى أي مكان يتمكن من الهرب إليه وهناك حالات اختصاب كثيرة تتعرض لها النسوة في نيجيريا وفي اليوم الذي ذهبنا فيه إلى القيام بهذا الاستبيان وقع هجوم كذلك على هذه القرية التي كنا نود زيارتها واثنان من الأشخاص الذين كنا نسعى إلى القيام بالاستبيان معهم قد قتل في هذا الهجوم هم لم يهربوا لأنهم لم يستمعوا إلى أصوات المنبهات أو كذلك أطلقات الرصاص لذلك لم يتمكنوا من الهرب إلى مكان آمن يجب أن تكون هناك آليات للحماية وآليات شاملة للحماية يجب وخاصة النساء التي يعاينين من كل أنواع الإعاقات أو الاحتياجات الخاصة ويجب أن تكون هناك تدخلات خاصة بأشخاص الذين هم من ذوي الإعاقات شكرا جزيلا لك كانت حكايات مؤثرة أثرت فينا أيما التأثير وأتمنى أن بعد هذه الجلسة أن نفكر كثيرا في مسؤوليتنا عن القيام بالعمل اللازم لكي نكون أكثر شمولية في تدخلاتنا الحماية وأرجو أن نستمع إلى المزيد من التوصيات نذهب إلى زميلتنا روان وهي أخصائية عالمية في إدماج العمر وروان منظمة أدولية لمساعدة المسنين وهي تعتقد أن كبار السن هم فئات تتعرض ربما أكثر من غيرها للمشاكل أو الإصابات أو العنف خلال النزاعات المسلحة واحتياجاتهم وقدراتهم كبيرة وقدراتهم قليلة كيف يمكن للفاعلين الإنسانين بإمكانهم إدراج والشمول هذه الفئة في تدخلاتهم شكرا جزيلا صابرين شكرا جزيلا على هذا السؤال شكرا جزيلا لكم على هذا الاسم روان خوري وكما قالت وأنا أخصي عام عالمية في إدماج العمر وأنا أعمل في المنظمة الدولية لمساعدة المسنين شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم في هذه الجلسة دعونا في البداية نؤكد على أن السكان بصفة عامة في العالم هناك تقدم في العمر ونسبة كبار السن من 60 إلى ما أكثر يتوقع أن تتزايد بنسبة 13% إلى 22% بحلول سنة 2050 وبحلول عام 2050 8% من سكان العالم فوق أستينا من العمر في عيشنا في بلدان ذات داخل من قصد إلى مضاوسة حيث احتمالات الكوارث أكبر وأثارها تكون أكثر حدى الشخص الكبير في السن تعرفه من المتحدة على أنه من يفوق 65 من العمر لكن في الكثير من البلدان والثقافات والسياقات التقدم في العمر أو التشيخ ليس مرتبطاً لمشاركة عمر بل لابد من فهم ذلك من منطلق تعقيد الأمر ومن منطلق ارتباطاته الأخرى على المستوى العالمي أكثر من 36% من من هم ضمن هذه الفئة العمرية لديهم إعاقة وهذا يقترح أن الإعاقة تتعد مع العمر وإذا ما تطرقنا إلى البعض الجندرية الأرقام تخبرنا كذلك بأن النساء المتشيخات واجهنا نسب إعاقة أكثر من الرجال ما الذي يعني ذلك؟ هذا يعنينا بأننا أمام حاجة لاعتماد نهش التقاطعي خلال أعمالنا في أوقات الأزمات والكوارث لكي نفهم تجارب الناس وحالات التهجيل القصري وكيف أن التأثير يكون مختلفاً بالنسبة إليه من المهم أن نقر بالتقاطع بين العمر الشندر والعاقة لكي نفهم بشكل فعلي الأثر على الكبار في العمر على الأسرة على المستوى المحلي وعلى مسألة حماية وإدماج الكبار الثلاثة الأطراف الإنسانية ملتزمة تقسيم المساعدة والحماية بناء على الحاجة حظة ومن دون تمييز ومع ذلك نلحظ أن المتشيخين مستفنون بشكل روتني من الاستجابة الإنسانية على رقم أنهم من أكثر رئياتها شاشة وذلك يُعز إلى موقعات تمنعوا الشخص الكبير في العمر من الحصول على الإنسانية المشاركة على أحوال كامل وشامل ومتكامل في المجتمع لتنقش أنواع الموقعات المختلفة مثلاً نظرة خاطئة للعمر الكبير هذا مشانه أن يؤدي أحياناً إلى تسكية السلكات السلبية وتمييز وهذا قد يحق البعض على أن يعتقدوا أن الكبار في السن لا يشكلون أولوية لنساعدهم وهذه أعلى اعتبارات قائمة وهي مسبب أساسي لحالات التمييز والأقطاع نوعاً آخر يرتبط بالموقعات المادية أو البيئة التي تتضمن عدم وجود مرافق مقل مختلفة مرامة مثل وجود السلالة والأليات المختلفة وهذا يمنع الكبار في العمر من الوصول إلى الخدمات إضافة إلى ذلك إذا ما جرى تقديم المعلومات بالشأن المساعدة الإنسانية بصيغة واحدة بلغة واحدة ذا قد يؤدي إلى إقصائي الكثير من الكبار في العمر وهذا ما يعتبر على أنه عاق على مستوى التواصل أخيراً على موجود الكبارين والسياسات ولوائح المطلوبة والتي تمنع الأشخاص الكبار في العمر من المشاركة في المجتمع هو ما يعرف بالموقعات المؤسسية بهدف تجاوزة العواق التي تناقشنا فيها وبهدف تعزيز إدراجي وإشراكي المتشيخين في السياق الإنساني لقدر تطوير مجموعة من المعايير لردم هذه الهوة ولنفهم على نحن أفضل الحاجات والقدرات وحاجاتي وحقوقي الكبار في العمر معيار الاندماج الإنساني الكبار في السن والأشخاص الضويلة يوفروا مشهورة في المجالات كافة وعلى مستوى مراحل الاستجابة كلها لتأكد من عدم التخلي عن الكبار في العمر ولتأكيد على أن الأشخاص هم دوماً في قلب الاستجابة وهذا يحرص على الوصول المجد والأمان والكرامة هذه التوجيهات تضمن مجموعة من المعايير القائمة ومعايير قصة بالقطاع ممكن أعتمادها كأداة توجهية للوضع البرامج ومورد للتدريب والمناصرات حيثاً بالنسبة إلى التأثير في وضع السياسات التنظيمية والممارسات التنظيمية لتكون أكثر شمولية كل هذه المعايير قصة بالقطاعات التي نقشناها تضمن إجراءات أساسية مبادئ ومذكرات وأدوات توجهية وموارد تتمحور حول مجالات الثلاثة ترتبط بالشمولية إدارة البيانات والمعلومات تحديد الموقعات وتجاوزها ومشاركة الكبار في السن وتعزيز قدراتهم ودعونا نصح إلى تطبيق مجالات الشمولية الثلاثة الأساسية هذه للحظات على مستوى الحماية بالنسبة إلى مجال الحماية الأول مع التركيز على إدارة البيانات والمعلومات لا بد من أن يفكر أطرف الحماية في رصد الأدوات التي تسمح بجمعي وتحليل بيانات المصنفة بحسب الجنس العمر والعاقة وهدف العمل على جمعي معلومات بشأن مخاطر الحماية وقدرات الأشخاص الكبار في السن من نسبة إلى مجال الشمولية الثانية التي يركز على العواقل لا بد أن نحرص على حماية الكبار في السن دوماً من المخاطر المادية والجسدية والضررات كذلك وأنهم قدرون على الوصول إلى الخدمات المختلفة وقدم تتخيقهم خلال بناء الوعي على مستوى الشركاء بشأن المخاطر التي تواجه الأشخاص الكبار في السن وكذلك من خلال تعزيز إمكانية إدارة الحالات والإحالة الحفقة على أن الكبار في السن المهددين يجري رصدهم وتجري حالتهم على نحو المطلوب كما لا بد لنا هو أن نقف البال أنه يشتر بنا أن نتطرق إلى هذه المعقات التي نقشناها ونقوم برصدها أخيراً بالنسبة إلى مجال العمل الثالث الذي يركز على المشاركة نركز هنا على مشاركة الكبار في السن في أنشطة المقاية والتمكين وهذا يمكن تحقيقه من خلال الأعتماد على مجموعة من قنوات التواصل وتراصل الحرصي على أن يصل الكبار في السن إلى هذا النوع من المعلومات والأنشطات فارلاً عن العمل ضوماً على إشراك الكبار في السن الذين لديهم إعاقة في أنشطة مختلفة حتاماً ومن خلال اعتماد هذه المعايير يمكن الإطلاع بدور كبير على مستوى تعزيز المسائلة وتمكن الجميع من الوصول إلى الكبار في السن وكما قالت فابرينتو شهد لك المتساعدات تفيد بأن الكبار في السن يشكلون نسبة كبيرة من الأشخاص الذين تؤثر بهم الأسمات الإنسانية وكما قال زملاءنا تقضي مسؤولياتنا كأشخاص أشخاص نعملين في الخطة الإنسانية لأن نحرص على حماية وإشراك الكبار في السن على مستوى بقايا والإجراءات التي تتطبط بالإستجابة شكراً جزيلاً أعيد الكلمة لك سابرين شكراً لك رواناً أعتقد أنه من المهم أن نرى ما هو أثر السلوكيات والمدركات على طريقة استجابة الأطراف الإنسانية فهذا ممكن الاهتمام في سياق نقاشات المقبلة ننتقل الآن لفتحي بطرح الأسئلة والإجابات أشعركم برفع يديكم إذا ما ردتم أن تطرحوا سؤالاً ولكم حرية طرح أي سؤال تريدونه ويمكنكم أن تستخدموا خانة الدردشة لكتابة سؤالكم مي لدينا اليد الأولى التي رفعت من مي شغلوا المايكروفون أو سمعتم شكراً على استضافتي أود أن أشارك كل من شارك معنا في هذا الحديث أود أن أتطرق إلى النهجة المرتبط بالتنوع في بعض الحالات يا شيطات والتكنولوجيات ملائمة للأشخاص والإهتياجات كم ترون على مكة من العظمات وجميعات وطميان وشيء المشكلة الموارد المالية التي تسمح لنا بوضع أنشطات مصممة وققاً لحاجات الأفضلية العقل هذا أولاً ثانياً وبالإشارة إلى أحد ثانياً لابد أن نراعي نقص الموارد أولاً التي تمنعنا من اعتماد الحلول وصمم موقعاً لحاجات حلال الأشخاص أود كذلك أن أشكر شريك آخر أساسي أفضل في حالتنا لقد تمكننا من إحالات الأشخاص طوال العقل إلى هيكليات مجتمعية هذا يسمح لهؤلاء الأشخاص بأن يتعرفوا إلى حقوقهم وأن يتسلحوا بهذه الحقوق في حال حصول أي انتهاك لها هكذا تكون آليات المناصرة موجودة وهذا يسمح بمساعدة هؤلاء الأشخاص عبر هيكليات المختلفة هذا ما أردت أن أقوله ونعتثل أن صوت المتحدث رديء للغاية شكراً جزيلاً هذا أمر هام بالطبع الموضوع المعلومات والوصول لا أدري إن كان يرفع أحد المتحدثين بإدلاء بأي ملاحظة حول هذا الموضوع حول عوائق التواصل فالتواصل قد يكون مصدر حقيقي وعدم وصول المعلومات قد يكون كذلك مشكلة حقية بالنسبة إلى الناشطين في المجال الإنساني شكراً جزيلاً لأنك أثرت هذا الموضوع كما قلنا بالطبع بات التواصل يشكل حاجزات حسين بالنسبة إلى الكبار في العم والأشخاص ذوي العاقة وقد جرى استخدام التكنولوجيا مؤخراً لإيصال بعض الرسال خلال حالات الأسانات والكبار في العم لابد لنا أن نبقى في العبال أحياناً لنا بحاجة إلى قنوات التواصل متنوعات الحرصي على إشراك الأشخاص المعوقين والكبار في العم والسبيل الوحيد لذلك هو من خلال أن نسأل الأشخاص ذوي العاقة في سياقات مختلفة ما هي الطرق الأنسب لنا لكي نوصل الرسالة إلى هلاء فبعض الأشخاص الأكبر عمراً والأشخاص ذوي العاقة في المناطق الريفية قد يعيشون أحياناً في مناطق يصب الوطو إله لذلك التواصل مع هلاء هو عمر أساسي الفرطي على مشاركتهم ولتأكدي من أن تكون الرسالة قد وصلت على النحو المطلوب شكراً شكراً لك روان باتي تفضلي شكراً على أعطاء الكلمة أنا باتي أنا متؤولة عن مشروع الحماية في المنطقة الشركية في الكومة لقد فكرت في موضوعي إشراكي المرأة والمطلوب بين الجوئن والاجتماعي وتعميمي هذا الموضوع فهو مضوعاً يطرح مشكلة بالنسبة إليه على مطلوب المجتمع المحلي نعالج أو نواجه اختلالاً اجتماعياً ظاهراً جداً حيث نود أن نعمل مع الذكور والإناث لكن نرحظ أن الإطار الاجتماعي قد لا يسمح لنا بالوصول إلى مستوىات كاملة قد نقول للجهات المانحة نريد أن نطبق مستوىات كاملة لكن السياق المحلي المجتمعي لا يسمح لنا بذلك لأن لا وجود مثل عدد كاف من النساء القادرات بالقراءة والكتابة في حين الكثير من أنشطة يتطلبون عزيز القدرات والمشاركة الفعلية لأشخاص يقرؤون ويكتبون لذلك أعتقدون أن يشترون بنا أن تعمق أكثر في التفكير لأن نتحدث عن الاندماج بحث بل كذلك أن نفكر في بعض الأنشطة المتحددة التي تسمح لنساء بأن يتجاوزنا هذا البون فإن لم يتقلص هذا الفارق لن نتمكن كنا من تحقيق أدفنا ولحظة أن أخرى تتعلق بالأخص الذين يعيشون في حالة من الإعاقات أعتقد أن الأمر موحيم ولابد أن نغلجهما الجهات المانحة لقد تبعنا الكثير من التدريبات مؤخراً ونحن نتحدث دوماً عن موضوع الميزانة الشاملة أي التي تأخذ في الأتبار كل أنواع الإعاقات ولكن سترون أن ذلك غير متاح على مستوى الأطفال فالمعواقين سماعياً في الكثير من الأوقات نركز على الإعاقات الظاهرة وننسب بعض عن هذه الإعاقات وبالتالي عندما نتحدث إلى الجهات المانحة عن هذه الأنوع من الإعاقات يقولون أن لا نمتلك الأموال مصطوبة لذلك نحاول إذا أن نعمل على مستوى الأنساني لإشراك كل هذه الفئة هذا الموضوعان لذلك أردت أن أقولهما بشأن إشراك الأشخاص لذلك بالإعاقات والمصابة للإعاقات شكراً جزيلاً لأن يكون لدينا 50% نساء و50% الرجال في هذه السيقات وهذه المجموعات البشرية شكراً جزيلاً لك صبرين هذه مسألة شائكة وسؤال شائك كما ذكرت مثال أفغانستان من السهل جداً أن نتصل ونحصل على النفاذ إلى الرجال ولكن النفاذ إلى المرأة في أفغانستان صعب بعض الشيء لأن هناك عوائق ثقافية ودينية وطبعاً المرأة الأفغانية لم يمكن لها أن تسافر إليك إذا كان يرافقها محرم وهناك نسبة كبيرة وهناك طلب لكي تخصص المنظمات العاملة في أفغانستان تكون برامجها نسبة كبيرة من هذه برامج مخصصة للنساء وبالتالي يجب أن نحص على تقديم الدعم والتوجيه الذين يحتاجونه وخاصة مثلاً كيف يمكن إشراك النساء في المجتمعات المحلية والقيام مثلاً بعمليات التقييم أو ربما أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص في هذه التقييمات فبالتالي يجب أن نتمتع بالمرونة والإبداع والفكر الخلاق ولكن يجب أن نعمل مع الموارد المتوفرة على الميدان السيدة مونيكا تفضلي مرحباً بكم جميعاً اسمي مونيكا رحال أنا مناصقة تمكين المرأة في لبنان أود أن نتقاسم معكم بعض النقاط الرئيسية التي أنتبه إليها ونعمل على مسألة الشمولية في البرامج التي نقدمها وخاصة استداءاء الأشخاص من ذوي الإعاقات النقطة الأولى تتعلق بالقواعد والعمل مع الأشخاص من ذوي الإعاقات خاصة في استياق الأدوات أو المواد المستعملة في مداخلاتنا أو تدخلاتنا وهذه الأدوات والنشاطات لا يمكن أن نقوم بها دون تطويعها وتكيفها لهذه التدخلات والإعاقات التي موجودة عند هؤلاء الأشخاص فيجب أن نقوم باختيار شركة استراتيجيين لأننا نحتاج إلى تمويلات والشركة الذين هم حارسون على مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقات بإمكانهم مساعدتنا في تنفيذ برامج الشمولية يجب أن نحرص دائماً على الشمولية وشمول كل الفئات المجتمعية في عملنا وطبعاً لدينا نشاطات ولدينا فضاءات آمنة لتنفيذ استراتيجية الشمولية أحد الملاحظات التي أود التركيز عليه هنا سيكون من الأفضل إذا أن تكون لدينا مقاربة شمولية كمنظمة تعمل وتنفذ برامج في الميدان لأننا يجب كذلك أن نكون شموليين في الموارد البشرية التي تعمل معنا وأن هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا لديهم فضاء يسمح لهم بالتكلم والتعبير عن أفكارهم وبالتالي يجب أن نحرص كذلك أن تكون منظماتنا غير حكومية تراعي مبدأ الشمولية وبالتالي سيكون من الأفضل أن تكون مثلاً ندرجة مثلاً لغة الإشارات في عملنا وبالتالي الأشخاص الذين الصم والبكم بإمكانهم أن يشاركوا في النشاطات التي نقوم بها شكراً جزيلاً لكم على إتاحة هذه الفرصة بالنسبة لي شكراً مونيكا مهم جداً أن تثيري مسألة الشمولية وكذلك الوصول والنفاذ إلى كل الفئات الاجتماعية وهذا سيجب أن نأخذه بعين الاعتبار في البرامج القادمة دعوني أطلبه من السعيد حكيم حكيم تفضل الكلمة لك أهلاً مرحباً بكم جميعاً اسمي حكيم من جنوب السودان وأنا أعمل في وكالة لتعنى بالأشخاص من ذوي الإعاقات وهي منظمة وطنية وهي تهدف لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات خاصة في سياقات النزاعات الدولية والأماكن التي تتأثر بهذه النزاعات وأنا مهتم جداً بهذا الاجتماع المهم الذي دعوتموني إليه وأنا أريد أن أقيم مقارنة بين وأنا شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة وأنا أعمل كمدير تنفيذي للمنظمة وبناء على تجربتي في جنوب السودان أغلب الوكالات الإنسانية تعمل على الميدان ولديها حضور على الميدان وتقوم بعملية تقييم الشمولية وتقدم خدمات للجهات أو الأماكن المتضررة وخاصة في أثناء الكوارث الطبيعية ونعتقد أن الأشخاص الذين الضحايا الذين يتم إقصائهم خلال هذه خلال الأزمات أو الكوارث الطبيعية أو خلال النزاعات الأطفال من ذوي الإعاقات وكذلك فهؤلاء الأطفال هم يعانون في صمت ولا أحد يستمع إليهم فهؤلاء الأشخاص يتم إدراجهم في المخاططات التي نقوم بها في المجال الإنساني الذي نعمل فيه منظمتنا هي تعمل في هذا المجال وجنوب السودان يتضمن عشر ولايات أو محافظات وعدد منات الولايات والمحافظات تعيش نزاعات مسلحة وهناك كذلك نزاعات على المستوى الوطني وأنا أتحدث إليكم هناك عدد كبير من الأشخاص من ذوي الإعاقات وهناك برامج تم تصميمها تم تصميمها في مكان بعيد عن أماكن إقامة هؤلاء الأشخاص وبالتالي مسألة النفاذ إلى أماكن التوزيع وهنا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحصلون على نفاذ كامل إلى هذه الأماكن لماذا؟ لأنهم يعانون من الصعوبات التنقل وأحياناً قد لا تكون لديهم المعلومات اللازمة عن أماكن التوزيع هذه وبنسبة لأولئك الذين لديهم مثلاً صعوبات في السمع وفي الرؤية أو الذين لديهم إعاقات بصرية وسمعية هؤلاء الأشخاص دائماً يعانون في صمت وبناء على العمل الذي نقوم به في منظمتنا نحن نقوم بعمل مميز في الاهتمام بهؤلاء كذلك نحن منظمة إنسانية ونتعاون مع منظمات إنسانية أخرى والتي لديها سياسات للشمولية ولكن هناك العديد من الوكالات الأخرى التي لديها استجابة للطوار وبالتالي لنستجيب إلى احتياجات هذه الفئة السكانية خاصة مثلاً عندما يتعلق الأمر بالتعليم خلال الطوارئ وخاصة النساء والفتيات من دوئة الإعاقات لأن ليس لديهم لا يصلن ولا ليس لديهم نفاذ إلى أدوات النظافة وفوطات النسائية وهذه الوضعية تؤثر على عدد كبير من النساء وأعتقد أن هذا المنتدى هو أحد أهم المنتدائيات التي تعلموا منها تجارب الدول الأخرى مثل الصومال والنيجيريا وبعضهم من الزملاء وهؤلاء الزملات حدثوا ورواوا قصصهم وحكاياتهم وتجاربهم وبالمقارنة بالوضعية التي نحن فيها نحن لدينا عديد من القصص الأخرى التي وربما عندما تسنحوا الفرصة سنتقاسم معكم بعض هذه الحكايات المتعلقة بالصعوبات التي تعرضوا إليها الأشخاص من دوئة الاحتياجات الخاصة شكرا جزيلا لك أنا متاكدة أن هناك أشياء كثيرة يمكن من قشرتها ولكن الوقت قليل دعونا أطلب من بعضكم يرفع يديه ولكن حاولوا أن تكونوا مقتضبين لأننا لا تتجاوزوا دقيقتين لكل تدخل لأن الوقت بدأ ينفذ منه شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك سأتحدث باللغة الفرنسية لأنني أريد أن أستجيب إلى زميلتي التي تحدثت باللغة الفرنسية من قبل شركة أنمس من دوئة اللعاقات أيها الزملاء العزاء أود أن أجيب على بعض الإيضاءات التي تحدثت بها بخصوص مشاركة نساء المتعليقة أود أن كل مشروع وكل برنامج الذي تودون القيام به يجب أن تتمكن المجموعة البشرية التي تعيشون فيها من تسهيل هذا العمل وتسهيل التفاعل مع بقية الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة وضعفاً فبالتالي يجب أن تكون هذه المشاريع هي مشاريع ملموسة ولا تكون مشاريع يعني وهمية يجب أن تكون مشاريع وهي ليست مشاريع فقط هي مسارات تتطلب أشهر وسنوات لتنفيذها وبالتالي يجب أن نحدد الأشخاص القادة في مجتمعاتهم الذين بإمكانهم مساعدتهم على تنفيذ هذه المشاريع وخاصة النساء وخاصة عندما تكون في بعض المناطق التي تكون فيها النساء معارضات إلى عنف كبير خلال النزاعات وبالتالي مع إشراك النساء أو كل الأشخاص الذين بإمكانهم تقديم الإضافة هذا مهم جداً للعمل الذي نقوم به وهذا يجب أن يكون منذ بداية تصور المشروع إلى مختلف مراحل التنفيذ بهذا المشروع وبالتالي ويجب أن نساعد هذه المجتمعات على المساعدة والمشاركة في المشاريع التي ننفذها لضمان الفاعلية كذلك يجب أن يرسر كل وهذا مجاني أن يرسر إلى كل النشاطات التي نقوم بها وخاصة فيما يتعلق بالمساء المتعلقة بالعمر إذا كنا مثلاً نصمم مشروعاً أو نضع مشروعاً ولا نفكر في المدة التي تطلبها تنفيذ ذلك المشروع فهذا خطراً وبالتالي يجب أن نأخذ كل النقاط بعين الأثبار وأن نتعامل مع كل الفاعلين في المجتمعات التي نعمل فيها لضمان أن تكون النجاح في هذه المشاريع وأن تكون هذه المشاريع مستدامة وبالتالي نسهل عملية تنفيذ النشاطات والمشاريع التي نقدم على تنفيذها شكراً جزيلاً لكم وهناك بعض الملاحظات في صندوق الرسال شكراً جزيلاً لكم على كل هذه الملاحظات لسؤال حظ نفذ من الوقت وربما سنأخذ آخر مداخلة أو ملاحظة أو سؤال من أي شخص ثم سنستمع إلى صباح ثم أمجد ثم نغلق هذه الجلسة حسناً سنستمع إلى صباح سأقدم لكم الآن صباح ما هي سفيرة الاندبماش بسوريا أهلاً حبي نسمع منك صباح إيش هي بالنسبة إليك بيعني الدمج ومن تجربتك الخاصة كامرة ذات إعاقة بسوريا إيش التوصيات اللي ممكن أنت تعطيها للعاملين في القطاع الإنساني مرحباً جميعاً أنا صباح في البداية بدي أعرف حابة أعرف عن حالي وأنا سعيدة كثير بهاي المشاركة معكم اليوم أنا من سوريا عندي إعاقة حركية بالأطراف السفلية عندي منذ الطفولة عندي شل الأطفال بالأطراف السفلية طبعاً مثل ما حكيت والسبب هو خطأ طبي أنا عم أشتغل كسفيرة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ ثلاث سنوات في منظمة الإنسانية والإدماج ببرنامج هو يدعى برنامج السفير حابة أني أحكي عن معاناة النساء ذوي الإعاقة وشعورهم بالمشاكل والصعوبات اللي عم يشوفوها خلال الحياة اليومية فأنا من النساء ذوي الإعاقة أشعر بمعاناة وحابة أن أتحدث عن المخاطر والاحتياجات الحماية الأساسية اللي يمكن أن يتعرض لها النساء والفتيات ذوي الإعاقة بشكل عام النساء والفتيات ذوي الإعاقة يتعرضن للعنف بحياتهم سواء من قبل الأهل أو الأقارب أو الزوج وعم يتعرضوا للمعاملة السيئة من قبل هؤلاء الأشخاص اللي يسيطروا على حياتهم وكأنهم لا يملكون أي حق بتقرير مصيرهم سواء من ناحية التعليم أو العمل أو الزواج أو حتى العيش بحرية أو استقلالية ليس كذلك فقط بل هناك الكثير من أشكال الحماية التي تعاني منها النساء والفتيات ذوي الإعاقة مثل الحقوق الإنجابية فالكثير من النساء ذوي الإعاقة والفتيات يتعرضن للزواج المبكر والحمل القسري وبالنهاية هذا الشيء يؤثر على حياتهم بالنهاية يتعرضن للحرمان من أطفالهم بسبب هذا الزواج المبكر وبسبب عدم الوعي يجب بالنهاية رفع الوعي بالمجتمع حتى تتمكن النساء والفتيات ذوي الإعاقة من الحصول على كامل حقوقهم في الحياة من خلال جلسات التوعية المجتمعية عن حقوقهم عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وهذا ما يطلب يعني ينطلب من الجهات الإنسانية الفاعلة وهو التركيز على أهمية معرفة النساء والفتيات ذوي الإعاقة بكيفية التبليغ عن العنف وآلية الشكوى بحيث لا تتعرض للخطر بعد التبليغ عن هذه الإساءة كذلك من الضروري جداً تمكين هذه المرأة أو النساء بشكل عام ذوي الإعاقة في المجتمع للحصول على الاستقلالية في الحياة من خلال توفير العمل المناسب لهم بما يتناسب مع الإعاقة الموجودة لديهم لأن مخاطر المعاناة من الفقر يعني كبير جداً بسبب الظروف الراهنة وقلة فرص العمل والتعليم وضعف الأجور زيادة الاحتياجات المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك يجب تمكين النساء ذوي الإعاقة من خلال تأمين العمل المناسب ومثل ما حكينا أنه تأمين العمل المناسب وكذلك تقديم التسهيلات التسيرية والدعم المصمم وآليات الإحالة بالإضافة إلى تعزيز المسائلة للنساء والفتيات الناجيات من العنف وأيضاً إجراء تدابير الحماية وشكراً شكراً كثير صباح شكراً كثير لمشاركتك مشاركتنا تجربتك مع الجد لحضورك أمجاد نعطي الكلمة إلى أمجاد الذي رفع يده أمجاد نعطيك الكلمة الختامية في جلستنا هذا وبهذلك نشكر الجميع شكراً لك سابرينا وشكراً للمشاركة أود فقط أن نصلح الضوء على مسائل ثلاثة عندما نتحدث عن الوصول إلى الخدمات من منطلق الحماية في الميدان نسمع الجميع يتحدثون عن الوصول المادي ولا نسمع بشأن موضوع الوصول إلى المعلومات وكفيات الوصول إلى المعلومات وتواصل على نحو أفضل هذا أولاً وعندما نقوم بإنشاء نظام إحفالة المرصد المتقيم وتغذية راشعة هذا سيساعدنا في عملنا إضافة على ذلك عندما نعمل على أي برمشة جديدة لا يقصر الأمر على تحديد مثلاً رقم خاص بالأشخاص ذوي العاقة ولكن المهم هو أن نفكر في إيجاد مساحة أفضل وأشمل لتعزيز العمل التشاركي واندماج الأشخاص ذوي الاحتجاز الحاصة في كل الخدمات إضافة لذلك في بعض العمليات الأشخاص ذوي العاقة لا يتم تهميشهم فحسب بل في بعض الحالات يتم إلحقهم بوصنة فهم بالتالي يترددون في الحديث عن عاقتهم وهذه مسألة هامة من منظور الحماية يبدو أن نفهم الرابط بين هذا الأمر وبين الجانب رفع مستوى الوعي هذا ما أريد أن نقوله شكرا لكم شكرا لك أمجد أعرف أن الأحمر قد طلب الكلمة هل تود أن تدليها بأي كلمات ختمية دقيقة أو دقيقتين الوقت بدأ ينفل وأنا صراحة مسرورة لأن الجميع يرغبوا في المشاركة فهذا يعطينا أملا لأن نعمل أكثر فأكثر على تنظيم جلسات من هذا النوع مرحبا وشكرا جزيلا على هذه العروض المترجة للإهتمام السلام عليكم أريد أن أتناول ما قاله أمجد كذلك الأمر لا يتعلق بموضوع الوصول الحركي والمادي الأمر يتعلق كذلك بمراعاة تحديات أخرى وأشكاليات السمع لدى بعض الأشخاص ولعاقة ونحن في إطار عملياتنا بدأنا نرى كيف عزنا نعدل معداتنا وتشهيزاتنا للوصول الخاصة بحاجة إلى تخدام لغة البريل أو الأشخاص الذين يعنون ضعفا في السمع كل هذه إعاقات والإعاقات ليست تلك التي نرح فحسب تجد إعاقات غير مرئية وتجد كذلك إعاقات قد تكون ظاهرة لكن قد نجهل مدى عمقها ولا نعرف ما هي متطلبات الشخص المصاب بها لذلك لابد وأن نقرر بالتحديات التي تطرح على مستوى الشخص التي واجه وضعفا في النظر أو ضعفا في السمع ومن الهدنة في القطنة على هذا الموضوع شكرا جزيلا على ضوء هذه الكلمات وهذه رسالة التي عبرتم عنها نواصل العمل لنرى كيف لنا حقيقة سمولية أكبر فأكبر أشكركم شميعا هذه فرصة ممتازة لنستمع إلى تجاربكم من الميدان شكرا على المشاركين الحضرين معنا اليوم ونأمل أن نراكم جديدا في منتدى آخر إن شاء الله وأتمنى لكم سيئة طيبة شميعا في أمان الله